كثير من دول العالم بتطبق نظام خسخصة الشركات يعني ايه خسخصة شركات؟ خسخصة الشركات ده نظام طبقوه الهدف منه انه يبقى فيه قاعدة كبيرة من اللي بيملكه هذه الشركة الهدف من ضمن الخسخصة هو ان احنا نوصل في الاخر ان احنا يبقى فيه خطوط انتاج فنزود عاملين في هذه الشركة ممكن يكون الادارة الخاصة بهذه الشركة الخاصة لبلد معينة بشركة معينة تكون مش على بتقوم بدورها بالشكل الاكمل وبنان عليه بيبيعوا الشركة دي الخاصة للدولة لشركة اخرى عشان تدرها بشكل احسن ويبقى ليها مزايا كتير نظام الخسخصة ابتدى في مصر تقريبا على حسب كلام ضيفي بداية من حوالي سنة 1991 من ضمن الشركات اللي اتباعت وهي الشركة العربية للتجارة الخارجية في شركات كتير حضراتكم اكيد بتسمعوا عنها بقالنا سنين امبارح القضاء قال وقرر بطلان عقد بيع وخصخصة تسعين في المية من اسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية الشركة دي اساسا بتعمل ايه؟ او ايه مميزاتها؟ معايا ضيفي الاستاذ خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نهارك سعيدة ف엌 نهارك سعيدة سبعة الخير اوico خضرتك الشركة العربية للتجارة الخارجية دي اساسا شركة دي بتعمل ايه؟ الشركة العربية للتجارة الخارجية شغلها ايم على فكرة التجارة كان دي احدى شركات للقطاع العام همتها أنها بتستورد وتصدر كل الخدمات اللي احنا ممكن نحتاج إليها كل السلعة اللي احنا ممكن نحتاج إليها وبالتالي كانت هي همزة الوصل ما بين القطاع العام وما بين كل مستلزمات السلعة التجارية خارج مصر أو حتى فكرة تصدرها السلعة التجارية زي الأمح مثلا كل حاجة كل السلعة اللي ممكن تتخيلها كان استراضها بيتم عن طريق شركة التجارة ديت شركة على بلد التجارة الخارجية وتصدرها في بعض الأحيان بيتم عن طريق التصدير ايه معلش الحاجات اللي احنا المستوردها بمستخدمها للبلد والتصدير وحتى لو انت عندك منتجات هنا مثلا عايز تصدرها فبيتم عن طريق هذه الشركة حتى القطاع خاص يتعقد معها وهي تتولى عملية التصدير لما لها من خبرة ولما لها من مكاتب خارج مصر عظيم اتبعت أساسا لمين؟ هل اتبعت لشخص مصري أو شركة مصرية او شركة اجنبية؟ اتقدم عرض من عرض وحيد شراكة ما بين فؤاد اسكندر وشركة انفستيا ده العرض الوحيد اللي تقدم لشراء هذه الشركة وكان فؤاد اسكندر كان في هذا التوقيت أحد المتعاملين مع هذه الشركة وعليه مديونية تقدر بحوالي ستة مليون أيضا قدرت قيمة هذه الشركة بثلاثتاشر مليون جنيه فقط بالرغم انه قيمتها وما لديها من ممتلكات يفوق ذلك بكثير لا يقل أبدا التقييم عن ربعمائة مليون قيمة 13 مليون الشركة المسؤولة عن انك انت تستورد حاجات خاصة بمصر بكل الحاجات كل التجارة الخارجية اتبعت بكام بتقول؟ ب13 مليون جنيه فقط طبعا الشركة دي أكيد عندها مخازن كل حاجة مخازن في برسعيد واسكندرية على كل المواني يعني ب13 مليون جنيه فقط ده حضرتك سنة كام بقى اتبعت؟ اتبعت في عهد الدكتور الجنزوري اترحت ضمن جدول البيع في وزارته وأعلن عنها وتم المزاد ورس العطاء وتم تحرير العقد في أغسطس 1999 بعد كده بعدها بشهر هو تغير وجيه عاطف عبيد ده كان بقى موافقة الجمعية العمومية وموافقة اللجنة العليا الخاصخاصة على العقد اللي انتهى لكن كل إجراءات البيع والتقييم تمت في عهد الجنزوري ب13 مليون جنيه أثناء التوقيع دفع 50% والمفروض يدفع 50% بعد سنة ما تدفعوش حتى هذه اللحظة فكل اللي دفعوه 6 مليون وشوية وهو بيحرر العقد خد مع 90% من الأسهم مليون و300 ألف صندوق اسكان العاملين وخد شيكات تعادل 10 مليون جنيه وكسور لصالح الشركة لما نيجي نحسبها هو كان متعامل مع الشركة عليه 6 مليون ديون هنخلي الـ 6 مليون دول في مقابل الـ 6 مليون اللي هو دفعهم مقدم العقد الـ 50% يبقى هو تملك ازاي الشركة؟ تملك 90% من أسهم الشركة ببلاش وخد فوق منهم ما يعادل 11 مليون جنيه كمان دي الخسخصة اللي تمت في عهد الدكتور الجنزوري طب أنا هطلع من الشركة دي اللي هي العربية للتجارة الخارجية بس خالد هل في شركة من الشركات اللي اتخصصت في مصر؟ آآ آآ الخسخصة دي جابت نتيجة إيجابية؟ ولا كله سلبي؟ سلبي احنا عمليين نسمع على كل الشركات اللي اتخصصت جابت النتيجة سلبية هل في شركة من الشركات جابت نتيجة إيجابية؟ يقولولنا عليه كل الخسخصة كفكرة في حد ذاتها هي فكرة سيئة أي بس خالد أنا أزعني قلت في المقدمة أنه في بلاد كتير في عندها نظام الخسخصة والمفروض أنها بلاد كبيرة وإحنا عندنا نظام الخسخصة وبلدنا بلاد كبيرة وشايفين الخسخصة قدت لإيه؟ قدت لخراب قدت لتفكيك الصناعة الوطنية قدت لتشريد العمال المصريين قدت للإخلال بسنديق التأمينات الاجتماعية أهم نقطة يعني سنديق التأمينات الاجتماعية دي معمولة على دراسة اجتوارية أن إحنا مثلا في الستوديو دوت عشرة كل واحد فينا هيدفع مثلا عشرة جنيه عشان في آخر السنة أنا ممكن أخذ معايش لما أطلع سنة يعني فيه دراسة اجتوارية محددة بتشوف إيه هي الاحتمالات والمخاطر الدراسة الاجتوارية اللي معمول عليها سنديق المعاشات أن إجمال العاملين اللي بيدفعوا إراضات في السنديق كذا في سنة كذا هيخرج منهم مثلا خمس تلاف كويس فده بيخلي السندوق ماشي بشكل كويس مع تطبيق الخصخصة الخصخصة أيمة على فكرة إيه أن أنت تنقل الملكية من ملكية الشعب لملكية الأفراد رجل الأعمال أو المستثمر أهم حاجة عنده إيه أنه يحقق الربح طبعا فإنه يعمل إنتاج بقى أقل تكلفة ممكنة أكتر شيء تعرض لمتبحة هم العمال طلعوهم معاش مبكر ولما طلعش معاش مبكر قررت على السوفية عشان يجبروه على أنه يقدم استقالة ويمشي فبقى عندي عدى كبير جدا من العاملين في مصر بيخرج معاش مبكر حولهم من دافع مبالغ لصالح سندق التأمينات إلى أنهما بيحصلوا على معاشات ده عمل خلل رهيب في صندوق المعاشات الخصخصة كفكرة كانت جريمة لأن أنا أهلا وسهلا بأي مستثمر بس خلي القطاع العام موجود باعتباره ضمانة رئيسية لحماية الاقتصاد المصري ومنع فكرة الاحتكار وخليه يقوم بفكرة الدور الاجتماعي في التشغيل يعني الدولة عايزة تعمل إنتاج وفي نفس الوقت من أهدفها منها تقضي على البطالة رجل الأعمال اللي جاي خليه ييجي يعمل استثمار ويعمل نمط جديد يضيف للأنماط دي إنما إيه اللي أنت عملته إنه جبت مستثمر ملكت وزير الشركات أضفش أي جديد في الحقيقة للواقع المصري وكأن نمط الملكية عندنا هو الخطر إنه نمط الملكية ملكية الدولة ده نمط غير مطلوب لكن نمط تملك القطاع الخاص هو المطلوب ده مش حقيقي القصة كلها مرتبطة بفكرة الإدارة نمط الملكية مش مهم بس أنا بحبز نمط ملكية الدولة لازم بيقى موجود ليه؟ لأنه ضمانة رئيسية لأقصاد القوم وبقول دوت ليه؟ تعال شوف مصر بلدنا اللي إحنا عادينا نتكلم عن أعظم صورة تمت وكانت سلمية رجال أعمال هر هربوا بقديه القطاع العام ده وقت الحروب هو اللي حمى مصر ليه يتعامل مع القطاع العام؟ كأنه طفل لقيط كأن القطاع العام دوت مش ملكي دي مؤسسات بناها الشعب ما ينفعش التعامل معها بهذه الطريقة عشان كده أهمية الحكم في الحقيقة مش الحكم ده وكان مبارح فيه النيل لحليج الأقطان ودي القضايا اللي رفعها حمد الفخراني وأنا ووائل حمد السعيد فريق دفاع محامين شغالين في هذه القضايا قيمة ده إيه؟ أنه بيوضح سياسات الدكتور الجنزوري اللي ناجح خلال السنوات اللي فاتت أنه يعمل حملة إعلامية أنه في صالح الفقرة وأنه بيبني الاقتصاد على العكس تماما الجنزوري هو مهندس الخصخص الجنزوري كان هو زير التخطيط والتعاون الدولي كل الاتفاقيات الدولية بتاعة الخصخصة وبتاعة ضغط الأموال هو اللي وقع عليها وهو اللي حطوا الرؤية بتاعة التنفيذ من 91 لحد مجلس سنة 96 بقى هو رئيس الوزراء الجنزوري هو المسؤول عن تفكير بنية الاقتصاد المصري الجنزوري هو المسؤول عن ضياع أموال التأمنات لأنه كان رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اللي مولي الزم فنادي التأمنات أنها تحط أموالها فيه وكان عن طريق بتخرج هذه الأموال تروح للموازنة العامة للدول خطره لا يكل أبدا عن بوترس غالي وخطره على فكرة السوق وعلى فكرة الأسعار وعلى فكرة علاقته برجال الأعمال وعلاقته بالإعلام عشان كده أهمية الحكم أنه بيكشف ده بيكشف إذا كان فيه فساد ولا لأ كان فيه فساد في تحرير هذا العقد مش العقد ده بس ده فيه تلمصر كل شركات الأسمنت المتقدمة تمت في هذا العقد شركات الأدوية شركات الكهرباء شركة تلمصر شركة إديال والعديد من الشركات اللي تمت 125 شركة من أفضل وأهم الشركات في مصر تم خسخصته ده غير خطوط الإنتاج هو الواحده باع من خطوط الإنتاج ما يعادل 67% من إجمال خطوط الإنتاج اللي اتبعت خلال الفترة من 91 حتى 2003 هو الواحده باع 67% من هذه الخطوط خلال ثلاث سنوات تمت في هذا العقد خالد بما أن اللي أنت بتقولولي ده معناه أنه موضوع فكرة الخسخصة دي زي ما أنت بتقول أن هي فشلة 100% بكل المقاييس اللي حضرتك عمالت تتكلم فيها طب هل في بلد من البلاد القرى الأرضية فيها عندها نظام الخسخصة ناجح؟ أنا بقول الخسخصة من وجهة نظريك فكرة فشلة ماشي؟ حد غير ممكن يقول أنها فكرة ناجحة خلينا على عد الواقع خلينا أقول بقى كمان في التطبيق طريقة التطبيق عندنا ما كانش فيها أي حرص لا على الصناع ولا على العمال لكن في بريطانيا مثلا كان فيه الخسخصة وفيها السهم الزهبي سهم الزهبي ده أنه هم بيحتفظوا بسهم يسمى زهبي وسهم قيمته بسيطة لكن تأثيره في مصار العملية صعب جدا وقوي جدا بيتيح للحكومة البريطانية أنها تتدخل في أي وقت لحماية المصنع وحماية حقوق العمال حتى لا ينفرد المستثمر بفكرة أنه يقدر يبيع المصنع أنه يقدر يضحب العمال أنه يقدر يبصله حتى ده وحنا نستانسك أاذا نظم من الخارج فشلنا أن نحن نفعله فشلنا أن نحفظ على الصناع فشلنا أن نحفظ على حقوق العمال فشلنا أن نضع شروط عادلة تضمن حقوق العمال وتضمن حقوق العمال وتضمن حقوق الأجيال القادمة تعالى أقول لي تنطلك enos ق・・ غزل شبين اللي كان فيها 20 مصنع فيها قصد كان فيها 13 مصنع وفيها 20 ألف عامل وقت الخصخصة بقى فيها ألفين ونص عامل تعال أقول لي تلمصر اللي بقت بيوت أشباح وبيتم تطرد العمال وتشردهم عشان تتحول لمساكن كل مصنع القطاع العامل اللي تم تفكير كهدية هي فين؟ مين المسؤول عن هذي الجريم؟ ليه أن أبي العامة بيحققش رغم أن كل الأحكاة احنا خدنا حتى دلوقتي أربع حكا وانا ما بقول خدنا باتكلم عني وعن وائل وعن حندي لأن حندي هو رأس الحربة وتعرض للطهاد كبير حندي الفخراني في عزق عامل كل الأحكام القضاية الأربعة اللي طلعت بتخاطب كل الجهات الرقبية وتخاطب النقب العام أن تعتبر أسباب الحكم بلاغ حتى تقرير المفوضين في العربية للتجارة الخارجية وتقرير المفوضين في النيل الحاليجي الأقطان اللي حكمها بعد أسبوعين بيطالب باعتبار هذه المبرات أو هذه الحيثيات بلاغ للنقب العامل ودرورة التحرك استحالة يبقى فيه مصنع وشركة كاملة بديها للمستثمر ببلاش وفوق منا بديه 11 مليون ونص ده فين ده؟ ده إيه الرفاهية ده؟ ده إيه الغنى اللي إحنا فيه دوت البناء أنا يعني